في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعوضية وبإنتاجها في مصر يتم تنظيم الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت رعاية القوات المسلحة يأتي الملتقى تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وذلك يومي السادس والعشرين والسبع والعشرين من فبراير المقبل يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات التي تقوم بخدمة احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالي والمستقبلية فضلا عن رسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية كما سيتناول الملتقى فرصة تمويل المشروعات البحثية والمنح التي تسهم في تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة